بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف على دروس الفصل الدراسي الأول مادة الرياضيات السنة الأولى متوسط وش هي الدروس اللي راح يدرسها تلميذ في الفصل الأول مادة الرياضيات ومتى سينطلق الأستاذ في تقديم الدروس إذن سنجيب عن السؤالين لكن أولا سنجيب عن السؤال الثاني متى سينطلق الأستاذ نقول في تقديم الدروس إذن إن شاء الله سينطلق الأستاذ في تقديم الدروس الأسبوع الثالث إذن وش راح يكون في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني إن شاء الله في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني رح تكون عندنا معالجة معالجة في مادة رياضيات واش هي معالجة يا معلمتي؟ معالجة بين قوسين نقوله امتحان تقييم المكتسبات وهذا الامتحان امتحان تقييم المكتسبات رح يكون في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني هنا التلميذ سيقوم بحل مجموعة من التمرين حول دروس لدراسها في السنة الخامسة ابتدائي أيضا سيتذكر أهم الدروس لدرسها في السنة الخامسة ابتدائي ويحتاجها في المتوسطة الأستاذ أيضا سيتمكن من معرفة وتحديد مستوى كل تلميذ ملاحظة فقط يا أبطال عندما قلت هنا الأستاذ سيتمكن من معرفة وتحديد مستوى كل تلميذ يعني مثلا تلميذ تمكن من حل جميع التمرين بطريقة صحيحة رح يقول عليه هنا الأستاذ أنه ممتاز في مادة رياضية وهذه الملاحظة رح تبقى معه العام كامل يعني هذا التلميذ خلاص رح ممتاز في مادة رياضيات تلميذ آخر لم يتمكن من حل جميع التمرين بطريقة صحيحة لظروف معينة يعني خلاص هذا التلميذ مشي ممتاز في مادة رياضية ورح تبقى مع هذا الملاحظة العام كامل لا هذا الملاحظة فقط ومع أغلب الأستاذة رح تكون فقط في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني يعني بعد الأسبوع الثاني يا أبطال ننصحكم هنا بالاجتهاد بمراجعة الدروس بحل التمرين ما خليش الدروس تتراكم أكثر نراجع دروسي نحل التمرين حول الدروس باش نتمكن ونتميز ونتفوق أيضا في مادة الرياضيات لا داعي للقلق عندما يقول الأستاذ هناك معالجة أو يقول لكم رح يكون امتحان تقييم مكتسبات مادة الرياضيات في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني رائعاتي جدا وتقدروا أيضا ترجعوا للقناة للنمذج اللي قدمتها لكم في السنة الخامسة ابتدائي الخاصة بامتحان تقييم المكتسبات مادة الرياضيات تقومون بحل التمرين هنا رح تكون إن شاء الله في الأول والأسبوع الثاني التمرين اللي رح يقدمها لكم الأستاذ رح تكون شبه لنفس التمرين تقريبا مفهوم إذن الآن سنتعرف على عنوين دروس الفصل الأول مادة أرياضيات السنة الأولى متوسط لكن هناك ملاحظة فقط أيضا الملاحظات في هذه الحصة كثيرة في الابتداء تعودنا نقل الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث في المتوسطة إن شاء الله رح يكون المورد الأول المورد الثاني يكون قول المورد الثاني رح نفسه الدرس الأول مفهوم إذن عندما نقول المورد الأول أو الدرس الأول إذن يعني رح يكيف كيف إذن أول درس رح يدرسه التلميذ في الفصل الأول لدينا جامع وطرح وضرب أعداد طبيعية في وضعيات معطاة يعني رح تكون عندنا مجموعة من الوضعيات الإدماجية وفضل الوضعيات الإدماجية عندي جامع عمليات جامع عمليات طرح ضرب لكن هنا أعداد طبيعية الدرس الثاني أو نقول المورد الثاني استعمال الكتابة العشرية والكتابة الكسرية والانتقال بينهما الضرب فيه والقسم على عشر مئة ألف الضرب فيه والقسم على سفر فاصلة واحد سفر فاصلة سفر واحد سفر فاصلة سفر سفر واحد مقارنة وترتيب أعداد عشرية جمعوا وطرحوا أعداد عشرية في وضعية مهينة ضربوا أعداد عشرية وهذه الدروس كما راكم تلاحظوا يا أبطال فتتعلي نفس سنة الخامسة ابتدائي إذن راح يكون إن شاء الله درس جديد لأول مرة راح يدرسه التلميذ وهو تحديد رتبة مقدار لنتيجة حساب إذن هذا فيما يخص الجزء الخاص بالأنشطة الحسابية الآن راح نشوف الجزء الخاص بالأنشطة الهندسية طبعا عندنا المقطع الثاني هنا في هذا المقطع الثاني أو الجزء الثاني الخاص بالأنشطة الهندسية سيتعلم التلميذ الرسم على ورقة بيضاء غير مسطرة في الابتداء كانت تلميذ يقوم بالرسم على ورقة مسطرة ورقة الكراس طبعا هنا راح يكون الرسم على ورقة بيضاء غير مسطرة لدينا أولا رسم مستقيم موازي لمستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة رسم مستقيم عمودي على مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة تعيين منتصف قطعة مستقيم المورد الرابع ترميزات ومصطلحات بالنسبة لهذا المورد الرابع أغلب الأساتذة راح يقدمه هذا الدرس راح يقدمه هو الدرس الأول يعني راح يكون الدرس الأول بعد هذا الدرس ترميزات ومصطلحات راح يكون عندي رسم مستقيم موازي ثم رسم مستقيم عمودي وهكذا إذن لدينا المورد الخامس إنجاز مثيل لمثلثات خاصة قبل هذا يا أبطال في الدروس الأربعة الأولى هنا راح يتعلم التلميذ البرهان وهذه راح تكون طبعا جديدة على التلميذ في الابتداء ما كانش يبرهن على مثلا أن المستقيم D وزي المستقيم ديلتا مثلا المستقيم D عمودي على المستقيم ديلتا هنا البرهان يكون برهن عالي مفهوم هذه ما كانش ما تعرفش عليها في الابتداء إن شاء الله راح يتعرف عليها في المتوسطة وهذه مهمة جدا لهذا ننصحكم بالتركيز بمراجعة الدروس حل تمرين أكثر إذن بعد ذلك قلنا إنجاز مثيل لمثلثات خاصة عندما نقول مثلثات خاصة تعرفنا عليها في السنة الخامسة ابتدائي لدينا مثلث قائم مثلث قائم ومتساوي الساقين مثلث متساوي الساقين مثلث متقايس الأطلاع لدينا أيضا الرباعيات الخاصة المربع المعين المستطيل أيضا راح يتعرف هنا ويتعمق أكثر فيما يخص البرهان مثلا بيّن أن الرباعي مثلا مستطيل حلل بيّن أن الرباعي مثلا معين مفهوم يا أبطال ثم لدينا رسم دائرة إنجاز مثيل قوس الدائرة تسميات أو تعريف مثلا لدينا القطر لدينا مصف القطر المركز مفهوم ثم لدينا تعيين مساحة السطح مستوي وهذه ران تعرفنا عليها في السنة الخامسة ابتدائي يعني مشي صعيبة لدينا محيط ومساحة مستطيل ورح تكون عندي أذن مسائل ونقول وضعيات إدماجية حول هذا لدينا مساحة مثلث قائم هذه أغلب التلاميذ ما دعسته في السنة الخامسة ابتدائي بعض الأساتذة فقط قدموها كملاحظة فقط في السنة الخامسة ابتدائي تعرف التلاميذ على مساحة مثلث قائم هذه الأغلب التلاميذ رح يكون هذا درس جديد بالنسبة لمساحة مثلث قائم لدينا حساب محيط قرص أيضا هذا إن شاء الله رح يكون جديد على التلاميذ السنة الأولى متوصل إذن هذا فيما يخص دروس الفصل الأول وطبعا رح تكون هناك وظائف منزلية يعني واجبات منزلية مجموعة من التمارين يطلب من التلاميذ حلها في المنزل بعد هذا الدرس إن شاء الله رح يكون عندنا اختبار الفصل الأول وبإذن الله سأرافقكم في القناة سنقوم بتقديم مجموعة من النماذج المقترحة والمتوقعة الخاصة باختبار مادة أرياضيات للسنة الأولى متوسط إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دومتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته